السلام عليكم متتبي القناة مرحبا بكم في صفحة 30 من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي اليوم مع القراءة مهارة الوعي الصوتي ألاحظ وأنجز شفهيا في أنشطة قرائية لذين أتعرف الصوت المشترك في الكلمات الدالة على الصور وأعبر إذن سوف أتعرف عن أسماء هذه الصور الثلاث هنا لدينا قطار هنا برتقار وهنا صورة للأقلاق إذن المطلوب شفهيا هنا كتبنا لنتعرف على ذلك أتعرف الصوت المشترك ما هو الصوت المشترك؟ هنا قطار برتقال لقلاق إذن هنا لدينا المد بالألف لدينا قطار برتقال إذن قطار برتقال لقلاق إذن المد بالألف الموجود في الكلمات الثلاث إذن قطار برتقال ثم لقلاق لدينا كذلك التنوين بالضم رن لن قن رن لن قن هنا يا تنوين بالنسبة للصوت المشترك لدينا طار طار برتقال ثم لقلاق لقلاق مهارة الربط بين الأصوات والحروف أنجز على لوحتي أكمل بما يناسب من المقاطع الآتية لدينا قي قو قا لدينا المد بالكسر قي هنا المد بألواق ثم المد بالألف قا دان هذه حقي بات حقي بات قارب دان حقيبة قارب أقرأ بطلاقة أستمع لأستاذي أو أستاذتي في بيتنا حاسوب وافقت أمي وأبي على أن يكون لنا حاسوب قال أبي من حقك يا بثينة وأنت يا منير أن يكون لكما حاسوب خاص دان أستمع لأستاذي أو أستاذتي لقراءته لهذا نص لدينا في بيتنا حاسوب وافقت أمي وأبي على أن يكون لنا حاسوب إذن وافقت كل من أمي وأبي على أن يكون لي أنا وأختي حاسوب في المنزل قال أبي من حقك يا بثينة وأنت يا منير أن يكون لكما حاسوب خاص إذن الأب قال لأنه من حق البنت وكذلك الولد أن يكون لهما حاسوب خاص بهما وحدهما دون غيرهما بعد ذلك سوف تقوم بقراءة النص ويستمع أستاذك أو أستاذتك في بيتنا حاسوب وافقت أمي وأبي على أن يكون لنا حاسوب قال أبي من حقك يا بثينة وأنت يا منير أن يكون لكما حاسوب خاص أنتقل إلى أقرأ هنا مدى نلاحظ في هذه الصورة نلاحظ الأخوين الولد والبنت وهما يستعملان الحاسوب هما الاثنين فيما يفيدهما في بهوي المنزل أقرأ اشترى لنا أبي وأمي حاسوبا يساعدنا في إعداد الدروس وإنجاز وإنجاز الواجبات المدرسية المدرسية إذن اشترى لنا أبي وأمي حاسوبا لماذا اشترى اشترى هذا الحاسوب يساعدنا في إعداد الدروس وإنجاز وإنجاز الواجبات المدرسية إذن هذا الحاسوب لا نستعمله في أشياء تعود علينا بالضرب وإنما نستعمله في أشياء تعود علينا بالنفع ومنها إعداد الدروس يعني قبل أن أذهب إلى المدرسة يجب أن أعلم الدروس التي يعني أترقاها من أستاذي أو أستاذتي وأقوم بمراجعتها حتى أستفيد عندما يكون الأستاذ أو الأستاذة في شرحهم وإنجاز الواجبات المدرسية عندما يطلب مني أستاذي أو أستاذتي إنجاز واجب من واجبات المدرسية ويشكل علي أمر ما أبحث عنه في شبكة الإنترنت لكي أفهم ما لم أستطيع فهمه لا يجب أن أعتمد على شبكة الإنترنت يعني مئة في المئة ولكن حتى يشكل علي الأمر أنا ذاك أتوجه إلى استعمال الإنترنت ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم